بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الثاني من الوحدة الأولى من كتاب التربية الإسلامية للصف الثامن الفصل الأول الدرس الذي بين أيدينا بعنوان سورة الزمر من آية 53 حتى آية 64 ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة باتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ في البداية سأقوم بقراءة السورة ومن ثم سنتعرف على معانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سنتعرف الآن على معاني المفردات والتركيب أسرفوا على أنفسهم أي أكثروا من فعل المعاصي لا تقنطوا أي لا تيأسوا أنيبوا ارجعوا أسلموا استسلموا واخضعوا فارط في جنب الله أي ضيعت وقصرت كرة راجعة بمفازتهم بفوزهم وسعادتهم سبب نزول الآيات نزلت هذه الآيات في أهل مكة المكرمة وذلك بعد قولهم بالزعم محمدا أن من عبد الأوسان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أي أن كفار كانوا يقولون أنهم بما أنهم عبدوا الأوسان وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فكيف يهاجروا ويسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عبدوا مع الله إلها آخر ولكنهم لا يعلمون أن من أراد رجوع إلى الله والإناب إليه فإنه سيغفر له جميع ذنوب الفكرة الرئيسية في بعض الآيات بعثت بعض الآيات الأمل والرجاء في نفوس العباد الذين بلغوا في المعصية وعرفتهم بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ورجع إليه سبحانه أي أن الفكرة الرئيسية لهذه السورة أنه من أراد التوبة والرجوع عن الزم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ذنوبه الشرح سعة رحمة الله سبحانه وتعالى تأتي هذه الآيات لتطمئن العصاط من المؤمنين إذا تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعها مهما كثرت وعظمت وما دام التوبة صادقة لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة عليم بضعف عباده وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة رحمة الله وقبوله لتوبة عبده بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها هنا في هذه الآيات الجليلة تحدثت عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وجاء أيضا فيها اطمئنان للعصاء من المؤمنين الذين يريدون أن يقلعوا عن الزمب ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فبشرهم الله بأنه سيغفر الذنوب جميعها مهما كثرت وعظمت بشرط أن تكون التوبة صادقة لأن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة والرحمة وقد وصف رسول صلى الله عليه وسلم أيضا سعة رحمة الله وقبوله لتوبة عباده بقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الله ينزل في آخر الليل ويبسط يده لمن أراد التوبة ورجوع إلى الله وأيضا يبسط يده في النهار ليتوب من أساء في الليل إضاءة شروط التوبة الصادقة واحد الإقلاع التائب عن المعصية نين الندم على فعلها ثلاثة العزم على تركها وعدم العودة إليها رابعا رد الحقوق إلى أصحابها أي أنه من أراد أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يجب أولا أن يقلع التائب عن هذه المعصية التي قام بفعلها وأيضا يندم على فعلها ويعزم على أن يتركها ولا يعود إليها مرة أخرى ويرد الحقوق إلى أصحابها إن كان هناك حقوق في المعصية حسرة الكفار يوم القيامة واتصف هذه الآيات أيضا حالة الحسرة والندمة التي تصيب الكافر يوم القيامة ويتمنى لو أنه كان من المهتدين المطيعين الذين لم يقصروا في طاعة لله سبحانه وتعالى ويتمنى أنه لم يكن من المستهدئين وأن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا من مقابل هنا يكون الكفار في حسرة وندمة لما يصيبهم يوم القيامة ويتمنوا أن لو كانوا من المؤمنين المهتدين المطيعين لله سبحانه وتعالى ولم يقصروا في طاعته ويتمنوا أن لم يكونوا من المستهدئين ويرجع إلى الدنيا ويعمل صالحا ما هي أحوال الناس يوم القيامة؟ يتصف الآيات حال فريق من الناس يوم القيامة هما ألف المتقون الذين فازوا بالخلود في الجنة وباء المكذبون الذين سودت وجوههم في الخز واختتمت الآيات ببيان أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومالك السماوات والأرض ومتحكم فيها كما وبخت الجاهلين الذين يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبد غير الله صندوق المعرفة عن شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن قالها من النهار منقنا بها فمات في يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو منقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة هنا هذا الحديث الذي بين أيدينا يعتبر سيد الاستغفار لافتة يقول من يودع المسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك فيرد عليه المسافر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وبذلك نكون قد انتهينا من شرح درس سورة الزمر سننتقد الآن إلى حل أسئلة التقويم صفحة 13 السؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي واحد من شروط التوبة الإجابة هي ألف الإقلاع عن الزم اثنين يغفر الله سبحانه وتعالى جميع الذنوب بإستثناء الإجابة هي با الشرك بالله ثلاثة كلمة أسلموا وتعني إجابة دال استسلموا وخضعوا السؤال الثاني السؤال الثاني أتلو الآيات الكريمة غيبا أقوم بحفظها وتلاوتي على أي شخص من أفراد الأسرة السؤال الثالث أوضح معاني المفردات والتركيب والجمل الآتية لا تقنطوا أي لا تيأسوا أنيبوا ارجعوا كرة أي رجعة ما فرقت في جنب الله أي ما ضيعت في جنب الله السؤال الرابع أفسر الآيات التالية واحد واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي أنه يجب على الإنسان المسلم اتباع سبيل الحق أي دين الإسلامي حتى يتوفاه الله مسلما ولا يلقى العذاب الأليم مين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أي أنه لا يجب على الإنسان المسلم أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه السؤال الخامس أصفحى الفريقين من الناس يوم القيامة كما جاء في الآيات الكريمة المتقون تكون وجوههم ناعمة وبيضاء منعمون في الجنة ويوجد لديهم ما يتمنون أما المكذبون تكون وجوههم مسودة ومخلدون في النار ويعذبون أشد العذب السؤال السادس وعدة شروط التوبة الصادقة واحد الإقلاع عن المعصية اثنين الندم على فعلها ثلاثة العزم على تركها أربعة رد الحقوق إلى أصحابها وبذلك نكون قد انتهينا من حل أسئلة التقويم نلقاكم في شرح دارس آخر وإلى اللقاء أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة